أهلا بكم بعد الملحة يحشد الجيش السوري لمعركة جوبر كما تشاهدون هذه الصورة الخاصة بالميادين تظهر تقدم الجيش السوري في المدينة وبدئه عملية اقتحام بفرق المشات المدعومة بغطاء جوي يقع حي جوبر على الطرف الشرقي لدمشق يتصل من جهة الشرق بمعاقل المسلحين في الغوطة الشرقية كما تقع الساحة العباسيين غرب الحي وهي تعد من اكبر الساحة في دمشق يشكل حي جوبر خطا فاصلا بين منطقتين زملكة وعربين التين تشكلان امتدادا جغرافيا لدومة وحرستة فالسيطرة عليه تمنح الجيش طريقا سريعا يربط تلك المناطق ببعضها وصولا إلى ساحة العباسيين وبالتالي امكان الوصول إلى المدخل الشمالي للعاصمة كما يمنحه تقدما عسكريا باتجاه منطقة القابون تمكنه من السيطرة على عقدة القابون القريبة من كراجات العباسيين لم تتوقف المعارك بين الجيش والمسلحين في حي جوبر خلال الأشهر الماضية إلا أن هذه العملية العسكرية كما تظهر الصور تعتبر الأوسع والأعنف عبر جميع المحاور وفي حال سيطرة الجيش على حي جوبر فإنه بذلك يوقف مصدر قذائف الهاون التي تستهدف قلب العاصمة تمكن الجيش خلال الاشتباكات التي تدور مع مسلح جبهة النصرة وفيلق الرحمن من القضاء على العشرات من المسلحين وتدمير عدد كبير من تجمعاتهم ومقارهم بما فيها من أسلحة وذخيرة وبحسب المصادر العسكرية فإن الجيش حقق تقدما مهما في المنطقة من عدة محاور وسيطر على ثلاث كتل مبان قرب جامع طيبة جنوب الخامسية مواصلا تقدمه في عمق الحي الدمشقي كما أحرز تقدما في مناطق متعددة من الغوطة الشرقية حرباني في جوبر تحت الأرض وفوقها يسعى الجيش إلى تدمير الأنفاق التي حفرها المسلحون علما أن حرب الأنفاق ليست جديدة في حي جوبر حيث بدأت قبل عام بعد محاولات فاشلة للمجموعات المسلحة للتقدم نحو مداخل دمشق الشمالية والشرقية